ساعة بعد دعوة عبد المجيد تابون المترشح الفائز بالانتخابات الرئاسية للثاني عشر ديسمبر إلى حوار شامل دون إقصاء سواء مع الحراك أو مع الشخصيات والقوى السياسية الفاعلة التي تريد الانخلاط في مشروع البناء الوطني الذي تفرضه المرحلة المقبلة بعد أن استطاعت الجزائر تخطي الوضعية الصعبة دعوة عبد المجيد تابون للحوار تبقى لحد الآن في إطار مشروع برنامجي في انتظار أن تتحدد معالمه الواضحة مع من وكيف وما الهدف الفرصة ما زالت ما ضعتش الفرصة ما زالت أمام الحراك أنه بإمكانه أن ينزل إلى طاولة الحوار ويقدم الرؤية تعوه ويكون فيها نقاش مضوعي ونقاش جاد ونقاش حضاري من أجل الجزائر ومن أجل الجزائر فقط مراقبون اعتبر أن المؤشرات الأولى الصادرة عن بعض الشخصيات وقيادية الأحزاب السياسية التي ثمن بعضها المسعى في حديداته وأبدأ آخرون اهتماما وربما القبول المبدئي على غيران حزب الحرية والعدالة أو بعض التصريحات الأخرى سيسعى إلى التشاهر مع بعض الفعاليات في الحراك لأنه سمعنا اليوم شفنا اليوم بعض الأحزاب وبعض الشخصيات في الحراك أنها تقول ممكن يكون هناك حوار ولكن بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا رغم أن الجزائر نجحت في تنظيم استحقاق هام أسفر عن رئيس جمهورية المنتخب إلا أن المرحلة القادمة ستكون أكثر أهمية لأن نجاح الحوار يعني قطع أشواط هامة نحو الاستقرار السياسي